يمكن إحنا نتكلم على المميزات الجديدة على الإنستغرام وقد إيش ممكن تأثر فيها مع جو عكاوي أهلا وسهلا فيك يا جو نورنا يا هلا يا هلا مبارك ماذا عرفت الإنستغرام؟ فيه يعني ننظرنا تاريخياً لتطبيق الإنستغرام دائماً فيه خوف من أي تطبيق جديد بيصير فيه نمو ضخم يعني تيك توك ننظر إليه علامياً صار فيه أكتر من نصف مليار مستخدم نمو ضخم بأسواق إنستغرام ما ألا علاقة فيه بتأسواق بالصين والهند والآسيا والآسيا الغابية بس خلينا نشرح تيك توك عشان يمكن يعني تيك توك يعني في كتير ناس يمكن متذكرة فين من زمان فين كان فكرته إنه تكون الفيديوز قصيرة فيها حوالي ست سوانة بين سنتين وست سوانة والفكرة إنه تتزيد الموسيقى عليها يكون مثل شي خفيف طريف بيصير بسرعة وبيصير مثل نشره من غير أي طلب أي تسجيل دخوله تيك توك هذه الفكرة اللي أخدوها أخدوا التفكير طبع فين وطبعا هلأ طبعا ست سوانة يمكن معادة تكفي للشخص إنه معوّدين على فيديوز طويلة يعني ما إنك إستغرام تيفي صار بنحط أكتر من ديئة فصار في مد لطول الفيديو على التطبيق وطبعا كل الفيديوز بتجيب الطول واضافوا عليها العديد من الفلترز يعني فكرة الفلتر أول شي طبعا سناب شات هي اللي كانت أكتر شي قدمتها بس تيك توك أخدوها لبعد تاني كمان وحتى سمحوا للناس تخترع الفلترز خاصة فيها وتعملها مشاركة مع الجميع وفوق الطبقة الثالثة هي طبقة الموسيقى فخلقوا مثل بيئة فيها تسلية سريعة كتير يعني ما يكون واحد مركز بيكون قاعد بس عم يعمل سكرول بطلع فيديو خمسة ثوانة بتضحك برجع بيكمل فإنستغرام وفيسبوك اللي ينظروا على النمو اللي عم بيصير لتطبيق من هالنوع بالشكل وسرعة خيالية بنظروا أنه هذا بصير يشكر قطر على الناس اللي عم تستخدم إنستغرام وطبع إنستغرام وصل مرحلة هلأ فيسبوك شركة عند مجموعة أكتر من مليارين شخص عالميا فالنمو حيكون طبعا ضدقيل مقارنة بأي تطبيق جديد من تطبيق تاني فهيدا يعني شوفوا مثل ما قلت أنت بالأول بأول شي بلشنا مع خدمة اللايب سوري مثل ما زكرت وبعدين سنابشت أخدوا مننا الفلترز وبعدين حطوا الستوريز فبدال في حماية للمستخدمين بتوفير الخدمات اللي عم يدركوا إنستغرام تستخدموه على تطبيق تاني بس هذا ما يعني ما يصير مخاطر على نفس إنستغرام مخاطر يمكن من ناحية كده لتطبيق الخطر لإلون كشركة هي خسارة الناس اللي عم تستخدموا فإذا إنت بسلا تخترع محتوى وبتصوري محتوى يوميا على إنستغرام بعدين لقيت أنه مثلا ما بدي صور فيديو بقى طول وضيئة بدي أصر الكونين تبعي بدي أعمله سريع بدي غني بدي في ناس بترقص في ناس بتعمل مثل ترفيه أكتر التطبيق تيك توك مبني بطريقة هيساعد هيدا الأنواع من المحتوى تنتشر بسرعة أكتر وتاني شي عم يسهلون للناس إنه يقدروا ينتشروا يعني مثل تنظري على مثلا بدو يبلش محطة يوتيوب شو بنسميه الرامباب تايم اللي هو سرعة النمو طبع المحطة بدأ وقته بدأ أساس مار ودأ تصويره بدأ مونتاجه كذا على تيك توك من أول ما تدخلي أول ما تحطي الفيديو تحطي عليه كم من هاشتاك ببلش تغري على التايم لاين على كل الناس اللي حواليك بالمنطقة بس إحنا اليوم تحديدا سؤالنا عن الإنستغرام الإنستغرام الإشكالية الكبرى اللي إحنا جلسين نتكلم عنها إن أي واحد يجي بفكرة براءة اختراع عن صح التعبير تجي إنستغرام وحرفيا يأخذون الفكرة ويحطون عندهم يعني غير منطقي يعني أنا أتعب على فكرة وأجي سويها وبكرة تجي شركة تأخذ الفكرة نفسها وتسويها عندنا هي الحياة كذا يا علي الحياة صعبة الحياة صعبة بس هو من ناحية براءة الاختراع طبعا أنواع التكنولوجيا هايدي ما في مثلا تقول شي حصري بالشي ما له عليه أكتير بالهاردوير يعني لو واحد يخترع مثل جهاز تقول سامسونج أو أي تليفون تاني يخترها مثل تطبيق مثل تشيب معينة جوه هاتف أي شركة تانية بدأت استخدم هايدي الميزة تدفع من تقول رويلتيز للشركة الأم بدأنا نجي عن البرامج اللي هي مثل الصوفتوير مثلا ميزة الستوريز ما في مثلا تقول حدا إلو كنترول على الفكر تبعا فشفناها من تشرح حتى يوتيوب صريع اللي خدمت الستوريز فهيدي الإعادة واتساب فيسبوك بالضبط وإنستغرام وفيسبوك كشركة بيعتمدوا على الإيكو سيستم النظام البيئي تبعا أنه أنت منك بس موصول عن إستغرام بتصير في وصل حساب بين إستغرام لفيسبوك فيسبوك لواتساب لمسنجر فبتصير المشاركة هي يمكن بتحفز الناس أنه أنا مثلا على تيك توك بحسوا حالهم معزولين بتطبيق واحد مثلا إذا الميزة صارت متوفرة على إستغرام بيصير شخص بفكر فيها من المنطقة أنا فيني آمل فيديو واحد على إستغرام وأعمله مشاركة على البرامج كلها فهيدا اللي هو طبعا بتخلي إستغرام دايما عنده قوة أنه ما عنده خوف أنه تنزل خدمة جديدة وحتدلها تعمل هيك من نجة وزراء أنا يعني ما بعتقد حيصير في أي تغيير من طريقة العمل طبعا إستغرام وهذه الميزة دا حين نقدر نستخدمها ولا بس أعلنوا عنها لسه يعني حتى طريقة كيف الناس اكتشفت الميزة لأنه بتعرفي بتنزل أحيانا تعديلات للسوفتور بتعملي update على الـ App Store على الهاتف عم تستعمليه في ناس شو بتعمل تعمل تقول تفكيك للفايل بتصير تقرى مشاركة المخابينة الشركات لأنه الشركات بتجرب بلا طبعا وفي ناس قدرت تعمل تكشن أنه في تطبيق جديد اسمه إنستغرام كليبس كلمة كليبس هو حاليا الكود نيم لهيدا التطبيق الجديد وفي كل الميزات طبع تيك توك اللي هي إضافة الموسيقى على الفيديوهات تأثير الفيديوهات إضافة العديد من الفلاتر إلى طبعا نكشف الوضع هلأ منطر حوالي تقول كالعادي أبو شهر شهرين منشوف أنه بطلع تصريح رسمي أنه عم منجرب هالميزة بأربع خمس دول وإن شاء الله إذا صار القبول عليها بتنتشر عالمياً هو صراحة يعني صار حتى الفيديوهات صار فيها فن شوية أنا قادة أشوف خاصة دحينا بما أنه فاشون ويكس كثير بيروح مثلا بيصوروا بيحطوا هذا الميوزيك وتحس أنه كانه تيم كامل هو قاد صور فيديوه ولكن هو فعليا واحد أبس وبسهل عملية البونتاج الشخص اللي بيصور بكاميرا أسلار جوالبيت يدفع ساونتراك ويعمل دبلجة الطبيعات عم بتسهل عملية كثير عن الناس شوعة كاوي نورتنا مرة تانية شكرا لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك